السلام عليكم أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في فيديو جديد مع نينا تيفي إن شاء الله كامل تكونوا لها بس عليكم قبل ما نبدأ الفيديو حبيت برك نهدركم شوية على الوصفة هادي بزاف هايلة و سريعة يعني في خمس دقائق تقدر يتحضرها خاصة المرأة العامينة اي اون فليس يحبوها الكبار وصغير ما كاشي محبش الايبات نجم بوكو الايبات قدرت لكم نهار اليوم وصفاتي على الايبات مع المرقز قبل ما نطول عليكم نحو ديركتما شفو الايبات على هاد الوصفة جاسبك جربوها و راح تعجبكم صدقوني احتعجبكم اي اعزائي المشاهدين بالنسبة المقادير اول حاجة عن دي لايبات لايبات الشكل اللي حبيتي ديري انا استعمد هاد الشكل ولمخ تاعو بنزاني المخ معروفة ايطاليان اه اه مملا السوسطومات شريتها لامارك بانزاني اللي ما عندهاش السوسطومات تقدر تخدمها في الدار عادي هاد السوسطومات تعجبني بزاف بنينة ومخدوبة بالموزاريلا والا كاتسان جرام عندي طوماتيش صغيرة قطعتها على شكل دوائر هالطوماتيش حلوة بزاف وبنينة تعطي دوق رائع في الماكلة وعندي الملح وزبدة ينصحقها البلاتو اللي احنا ندهنو على البلاتو ونصحقها البلاتكا من بعدك يتغلى وعندي كمية من الملقاز انا اخذت منها وغير 5 حبات ولا عينك هي ميزانك تقدير ديري وش حبيتي وحنا بعدما شفت الماء بدأ يغلي استلوا شوية زيتون وشوية ملح ونرمي اللي بادي يولي نخليهم يغليوا مدة 10 دقائق او عينك هي ميزانك سادي بون اللي بادي كان يطولوا في طياب وكان ليهليه وحركيها بيان سوغ باش ما تلسقلكش لازم تحركيها سوغتو في الاول كتيري اللي بادي يوليك وحنا بعدما طابوا اللي بادي صفيتهم بيان هاداك الماء ودرت عليم شوية زبدة هادي لاصوستو ما درتها في آنبول وطماطيش مقطعة صغيرة وحنا المرقز قطعتو دي بتي مقصو بهات الطريقة وحنا البلاوتو اللي يكون تدهنتو بالزبدة وحنا نحكم لي بادي يولي ننفرقهم كامل في هاداك البلاوتو بهات الطريقة أبخي نرمي عليهم شوية هادي كالطماطيش صغيرة أبخي نفرق علي هالاك السوستو ماد بهات الطريقة المرقز ديريه من فوق الجهة الفوقانية مشي تحكمي يدي داخل جهة الفوقانية جيس بشي طيب ومبعد يطلق البنادي ونحطها في الكوشان نشعل عليها من فوق ومن تحت لدرجة ميتين مدة عشرين دقيقة وحنا بعد عشرين دقيقة كما كنشوفو الشكل النهائي طاب المرقز وطابو هادو كليبات وحنا هاوليكون البلا اللي حضرتو لنا اليوم اهنا سي درت فوقو جيست الحشيش ولا تحبي ديري المعدنوس او كيما نطقي قولو الدبشة كما احنا فستيفي قولو هاد الدبشة هنست معها شو اخيار زيتون اه ستقوني هاد طبق جد وروا واحد الريحة راهي تطلع زف هيل كنت سمو في بنتي بات من بنتي تعفلي بات وفي الاخرى نقول لكم ان شاء الله الوصفة تعناها اليوم نالت اعجابكم وان شاء الله كامل جربوها والحين ترجعوا لي الخبر في الكومنتر وإلى عجبتكم اتساوش ديولي جامد ابوني في القناة حتى يصلكم كل ما هو جديد في القناة تعنينا تيفي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بك وادعينا شكرا